بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم و السبعة الخير عليكم و مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ ليلا يحيوي اليوم جيتكم عن ديسر عن ديسر شباب بزاف أنا مو من عشاقة بالديسر وهو تيراميسو لكن تيراميسو اللي جبتوكم اليوم اقتصادي لأقصى حد ان شاء الله يعجبكم مقادير بسيطة و متوفرة و ميش مكلفة عيوض الفخوماج ماسكاربول سوف نقوم بفخوماج غيجيم و الفخوماج مو ثلاثات نفوتوا ديراكتما للوصفة و ما نحتاجه؟ لدينا كاس البودرة شنطية نصف كاس حليب بارد لدي رب حبات فخوماج غيجيم لدي رب حبات فخوماج ثلاثات و لدي رب عبات فخوماج غيجيم و قوة قهوة و قوة سكر حسنا فقد نقوم بمتوفرة لدينا السكر في القهوة ثم نبدأ لدينا أقوم بكخامة نضع كاس خاصة وضعت نصف كاس حليب بارد و نضربه بل باسترد او بانفوه او بفرشيطه او اللي عندك نخطم لحتى ان تحصل على هذه الكريمة اللي تكون ايباس و ثقيلة تيراميسو داع اليوم سيكون تيراميسو اقتصادي و القمة في المذاق و البنات تحسبه كم سيدرتو بالتيراميسو انا منعشاق هذا الدسير ولكن الفرماج شوية الماسكاربون شوية عزيز عندنا و ايضاً غالي نستطيع ان نعاوضه بالوشكيين في السوق اضعت هنا زوج علب فرماج غيجين هذا متوازن و تواجد عندنا و سنته معقولة و نضيف عليهم هذا الفرماج المثلثة نعاوض به الماسكاربون ان نضع رب حبات فرماج او جوب المثلثة انا استعملت هنا بسكاربون شوية بسكاربون شوية نقصة شوية ملح و سكاربون شوية ثم نضرب ثم نضرب ثاني بالباتر و بالفوة حتى يتمزج فرماج غيجين مع الفرماج المثلثات حتى تحصل على كريمة وهذا الدسرق ثاني موش حلو بزاف الناس اللي تخاف من الحلو و لما تبغيش تكثر من الحلو هذا الدسرق ثاني موش حلو محتدل في المذاق ان شاء الله تجربوه و تشوفوه اذا كو شو ندير نرجع نخلط لدو كريم مع بعض الكريمة اللولا اللي هي لشانتي بالحليب مع الكريمة الثانية اللي هي لدو فرماج و نبقى نخلط حتى نتحصل على كريمة و موحدة هذا نخلط ملح مش الشرطي يكون على دو كام باتر ام فوة او زجو فراشط ولا تقدري تخدمي بهم خاصة في هذا المرحلة برد بالمغروف او سباتول وتخلطي لدو كخام مع بعض حتى نتحصلوا على هذا النتيجة و من بعد نبدأ نوجد في الوصفة هذا الوصفة نديت لكم مقبل في القناة لكن قمت بها بحجم معائلي حجم كبير لكن هنا بحكمة رمضان نيتو و لديسر قمت بحجان فردية نخلط ملح كما راكم ترون و من بعد نذهب الوصفة هنا عندي البودوار نبقى نقص في البودوار و نقص في البودوار و نقص في البودوار القهوة هنا ليس جميلة فقط لها مغروف فقط تستطيع قهوة ناس كافي ولا تستطيع قصة أو قهوة عادية نقص في البودوار نقص في البودوار و نضع كوش تاعة الكرام و نضع و نضع كوش تاعة البودوار و نضع كما ترون البسكويت فقط تضع في البودوار و نضع هنا هنا يوم كوش تاعة البودوار و نضع ثم نضع كوش تاعة الكرام هذه الكرام لكم ترونها كما ترونها و تضعها في الثلاجة و نضع كوش تاعة البودوار هنا نضع كوش و نضع 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 كامل السطح في البودوار و نضع 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 كوش تاعة الكرام و نخفر و نضع و نضع و نضع و نضع ونعطي لها شكل مستطح يكون شباب يعطيني ثاني شكل جميل مهلا هنا نعطي لها الشكل الجمالي ومن بعد نكمل كامل يبغي انتوي شوفوا شكل التاح أنا من عشاق هذه التحليات هي تحلية رائعة بنيلة بزر وتوالم في كع المناسبات أو كامل الفصول كامل كامل ليبغين انا قطعت لي هذه خبز 5 فيرين نجبدان بابيتو ونمسح كامل ليبغين تواعي قبل ما نضعهم في الثلاجة أبينسيو نضعهم في الثلاجة يبردو قبل ما نديرو لهم الكاكاو لا تكون كبير الحالة بسكو تشمخ لكم الكاكاو يشمخ ويعطي شكل مشيش باب مهنا نضعها في الثلاجة مدة ساعة تبردت كاكاو هنا كاكاو يجب أن يكون لبني لا يكون شك حل و لا يكون شك دارد من الأفضل تخيروا الكاكاو اللي يكون عندهم شوكولة اللي بيع الحلويات يعرفوا هذا الديتاي كاكاو نضعها في الصفايا و جيسو بودغي رشيد كامل على السطح كاكاو وهذا هو الديكور الخلاسيكي لهذا النوع من التحليات وهنا يكون وجدة تحليتنا وحطيناها في طبق التقديم تقدري تحطيها بالطريقة نعطيت لكم طريقة الديكور الديكور يبيها لسياتك و لتقدمها لعائلتك و لضيافك تحليها قمة في المذاق إن شاء الله نتمنى تجربوها وتدعو لي دعوة الخير و ما بقالي نقول لكم تقوى على خير ولا فوشة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر